لكن السؤال التاني كمان قصة انتقال ميسي لباريس سان جيرما هل ممكن ان احنا انترجمها لقصة نجاح تانية هل ميسي في المرحلة دي يقدر يحقق او يكسر ارقام زي ما كان بيعمل مع برشلونة ولا الوضع مختلف في جميع الاحوال باريس كلها وقف على رجل في انتظار قدوم المعجزة الارجنتينية ليو ميسي والاعلان عن انضمامه لبي اش جي واللي اسمعناه طبعا على ملعب حديقة الامراء بارك دي برانس وبورج ايفل اللي تم حجزهم عشان يستقبلوا صورة كرة القدم الارجنتينية ميسي عنوان اساسي في حلقة النهاردة المركاتو الصيفي بالتأكيد هنتكلم على اهم التفاصيله خصوصا انه في انتعاش موسم الصفقات بيشرفنا طبعا ضفنا العزيز دكتور وليد الحديدي ضف على نفسها دسم ساخري دكتور وليد وحشتنا وانت اكتر طبعا دايما المباريات والحدث اللي داخل الملعب بيفرد نفسه لكن انت وحشتيني والزملاء وكل المشاهد في قناة الاهلي طبعا المتوقع القنبلة والزلزال ده يحصل يعني محدش في العالم كله كان متوقع خصوصا بعد اللي حصل السنة اللي فاتت انه ميسي يسيب برشلوني اولا يا الدخلة كانت درامية او بتاعت الفقرة جدا شريت الزكريات اه يعني يعني وانت كنت بتسأل يعني يا ترى حالة عشاء برشلوني عاملة ازاي اه هي قدامك اه هي يعني الحالة على وجه لكن شوف اه بالنسبة كنا متوقعين ولا لا من السنة اللي فاتت وقبل بداية الموسم الحالي كان فيه توقعات ان برشلوني هيعاني صعوبات ملايه قد تصعب من قدرته على الابقاء على ميسي ومجموعة تانية من النجوم لكن الحقيقة اللي غير المفهوم هو لابورتا لما في مارس في حملته الانتخابية طبعا قبل ما اكسبوا الانتخابات نادي برشلوني قال بكل صراحة وبكل اريحية وبكل ثقة ان ميسي هيكمل وان ما فيش اي مشاكل مالية هتكون موجودة في النادي وميسي نفسه اعلن ان هكمل في برشلوني قصة مشي ميسي اللي هو لحد دلوقتي او لحد اخر مؤتمر صعفي او لحد رحيله بشكل رسمي هو ما تقدرش تلقي عليه اللو واحنا طبعا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل فعلا اه فعلا فعلا ما احنا هنشرح الموضوع بص احنا هنتكلم وهنشرح وهنستعرض الموضوع سوا ونشوف فعلا هل ميسي ليه دور او ليه يد في القصة دي ولا هو ضحية وراحة الغصب عنه فالغير المفهوم هو لابورتا زي ما قلتلك واللي وعد انه هيبقي على ميسي وانه قادر يتعامل مع الوضع المالي المتراضي والمتراجع لنادي برشلوني والحقيقة ان قصة برشلوني وميسي تضخمت ووصلت لهذا الحد لان برشلوني بيلعب في الدوري الاسباني اللي الرابطة بتاعت وربطة الاندية عندها قوانين مختلفة عن اي قوانين مالية موجودة في كل الدوريات الاوروبية بل هي اقصر قصوة من قانون اللعب المالي النظيف اللي بيفرضه الاتحاد الاوروبي هو اوقات ما بيفرضوش يعني على حسب كده على حسب الجوء يعني فوتلي وفوتلك لكن الموضوع في اسبانيا قاسي شوية بس في الليجة الاسبانية وبالتالي بشكل عام كل الظروف دي دور لابورتا قوانين الاسبانية حالة نادي برشلوني كلها سهامت في هذا المشهد الضرامي واللي انا بعتبره هو يعني هو زلزال او زلزال قنبلة الاقوى في القرن الجديد في قرة القرن